اشتركوا في القناة 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 من الذي يعيق الوصول الى امكانيات فتح ممرات انسانية اي طرف وما فينا نقول الطرف او الطرف الاخر هن الطرفين مسؤولين عن اعطاء الضمانات الامنية اللازمة لكل الفرق العاملين كان للصريب الاحمر او اي منظمة كانت محلية ولا دولية الطرفين هن مدعوين اليوم مش فقط لفتح ممرات انسانية ولكن لأولا تطبيق كامل للقانون دولي الانساني اللي من دون ممرات انسانية بيأكد على حماية المدنيين حماية المنشآت العامة المستشفيات وإلى آخره واليوم اكيد من نلجأ للاطراف لتعطينا الامكانية لنقوم بهالعمل وهذا بعدنا نطلبه اكتر واكتر ان كان بالخرطوم بدارفور واكيد بالتباحثاتنا المباشرة مع الاطراف بجدة طيب ما هي المعوقات اللوجستية الاخرى التي تواجهونها الان حتى لو فتحت يعني معابر انسانية اولا بدنا نأكد ونكرر يلي صارنا عم نقوله من اول النزاع لليوم الوضع الامني الوضع الامني والمعارك اللي عم تتم بمناطق مكتظة عم نحكي عن العاصم الخرطوم هو الدافع الاساسي الذي يحول للأسف دون وصول المساعدات بشكل سريع بعد عنا كمان اكيد في امور لوجستية في امور ادارية عم بمساعدة الاطراف عم تنحل شوي شوي ولكن بعد بدنا نكثف هالجهود للسماح لوصول قافلات لادخال طيران لمساعدة المدنيين وكل من يحتاج اليوم اي مساعدة بالخرطوم واكيد بولايات درفور وعم نسمع على تلفزيون كون اكيد التقارير اللي جاي من الجنين او من غير مناطق وين ركعة النزاع عم تكبر اكتر واكتر وين النزوح الداخلي بحسب الامم المتحدة وغيرها كمان عم يزداد كنا بتلاتة مليون ونص صارنا اكتر من خمسة مليون ونص اليوم من النازحين الداخلي داخل البلد هل انتم عادة موجودون على الارض بالسودان او تتعاونون مع شركاء يعني هل هلال احمر وشريككم هل لديكم شركاء اخرين او مباشرة لديكم موجود وحضور لا اللجنة الدولية للصليب الاحمر موجودة بالسودان من اكتر من اربعين سنة عنا مندوبيننا على الارض شغلنا بتم مباشرة من قبل مندوبيننا السودانيين والاجانب من قبل اختصاصيين واكيد العمل بيكون مع كافة المراكز للهلال الاحمر السوداني اللي عنده اكبر تجمع من المتطوعين وقادر يقوم مثل ما هم نشوف اليوم بنشل الجثث من الشوارع اليوم اللجنة الدولية للصليب الاحمر فرقة منتشرة وهي اللي قدرت مثلا تخلي الميتم مايجومة اكتر من 280 طفل و70 من اللي بيعطوا رعاية لهالاطفال هاي اكيد فرقة اللجنة الدولية للصليب الاحمر هي على الارض كمان لتتابع تطبيق القانون الدولي الانساني وتذكر وتساهم باحترامه طيب يعني اكيد انتم يعني معنيون بكثير من الازمات والحروب التي حصلت حول العالم وتحصل الان بالاحرى الى اي مدى تعتبرون انه ازمة السودان هي ازمة خطيرة ولديها تداعيات انسانية بالمقارنة مع حروب اخرى او على الاقل صراعات عمرها اشهر قليلة كما صراع السودان اولا بنا نذكر ان السودان عم يعاني من سنين و سنين من اثار نزاعات مسلحة مشاكل اقتصادية و مشاكل مناخية ما بنا ننسى انه الامن الغذائي كان بدرجات متدنية جدا بالسنين الماضية من عدد كتير كبير من الاسباب انا بالنسبة لالي الازمة بالسودان هي من الاخطر يلي شفناها بالقرن الافريقي نظرا لتداعيات عدد كتير كبير من الازمات يلي تتراكم اليوم على السودان واكيد عم ندخل على شهر التاني وين المستلزمات الطبية الغذائية الكهرباء المياه غير متوفرة لملايين من الاشخاص بالعاصمة وهيدا اليوم اللي عم نحث ومنشكر كمان الجهود من الولايات المتحدة وخاصة من المملكة العربية السعودية يلي فتحت بجدة نطاق واسع للتفاوض على ممرات إنسانية على أكيد استجابة إنسانية ونتأمل أنه الدول المانحة نار التانين المقبل بدعوة من عدد من الدول ورأسها المملكة العربية السعودية أنه تهب مساعدة السودان يلي فتح كل عمره فتح أبوابه للاجئين من كل الدول الجوار يلي كانوا يعينوا من نزعات مسلحة وأعمال عنف واتأمل أن يكونوا على حسن ظن السودانيين يلي ببدا نخيبهم بعد كل اللي معانوه يعني هو بطبيعة الحل أستاذ باتريك الأزمة اليوم هي أزمة مانحين أزمة أموال أو هي أزمة أكسس أزمة وصول وأمان لكم لطرق الوصول كيف بتصنفوها بالسودان هدول أزمتين مختلفين أنا بيعتبر أكيد الأزمة الإنسانية اليوم يعني عم نحاول نحن على الأرض وعم نحاول والأطراف كمان عم تتعاون ولكن مش بالقدر يلي منريده اليوم الحجم وهول المساعد الاحتياجات الإنسانية بيتطلب أشخاص وفرق من كل المنظمات الإنسانية اللي تتدخل والتساعد وكل اللي عم نشوفه على الشاشات كون والشاشات الآخرين والأمور اللي عم نسمعها من منضبين على الأرض بتتدخل تطلب تدخل سريع أكيد الأزمة المنحين هي أزمة تانية وتتطلب كمان دعم وأكيد عم نشوف أكتر وأكتر اهتمام بالسودان وكمان مثل ما عم بقول البروف هو نشوف نهار الأثنان المقبل نتأمل نتضرع نتأمل أنه يكون في سخاء وقبول لدعم المنظمات الإنسانية لأنه اليوم الوضع بالسودان لا يحتمل الاحتياجات الإنسانية على تزايد وكل يوم عم يمر في أشخاص عم تفوت حياتها في أشخاص عم تفوت الاتصال بأهله وهذا الشيء غير مسموح بالأيام اللي عم نعيشها اليوم شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض مدير اللجنة الدولية لصليب الأحمر في أفريقيا باتريك يوسف ترجمة نانسي قنقر